على مجهودات مدرية الصحة بالشرقية إزاي أمت بجهد كبير خلال الفترة اللي فاتت حضراتكم يعني ما شاء الله محافظة يعني كبيرة مش صغيرة كمان عدد سكان أعتقد كمان كبير فإزاي كان التوازن ما بين تقديم الختمة وعدم إشعار المواطن بأن هناك أزمة الحمد لله ما حصلتش وبالإضافة لكلام حضرتك يا أستاذ يشام أن مش بس المحافظة كبيرة إنما فيها كل الأنشطة يعني يتبحها مدنتين صناعيتين كبار اللي هي العاشة من رمضان والصالحية الجديدة ومنطقتين صناعيتين كبار اللي هي منطقة بالبس الصناعية ومنطقة الزوامل الصناعية فحضرتك بتتكلم في عدد عمالة كبير جدا من محافظات أخرى بيخشوا المحافظة على مدار اليوم يعني في حركة نقل عمالة كبيرة جدا وبالتالي كون المحافظة الشرقية الحمد لله إنها تتخطى الأزمة بالصورة اللي إحنا عدينا بيها ده بيأكد كلام حضرتك إن مدارية الصحة عملت مجهود كبير جدا إحنا عملنا لجنة عليا وأنا كنت بترقى أسازي اللجنة العليا وفيها الجمعة مستشفيات الجمعية مستشفيات مدارية الصحة مستشفيات التأمين الصحي الهيئات التعليمية وكنا بنجتمع كل أسبوع عشان نراجع خططنا ونراجع توفير الأسرة إذا كانت العناية المركزة أو الأسرة الحجز كيفية متابعة العزل المنزلي فرق اللي بتنزل تمر على الحالات اللي في العزل المنزلي كنا عاملين لجنة عليا بتتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدن الصناعية وبنجتمع كل 15 يوم مع جمعية المستثمرين التنمية الصناعية القوى العاملة مدارية الصحة رؤساء الأجهزة اللي موجودين هناك كانت بتتم بصورة جيدة جدا عاملين غرفة عمليات لمتابعة الإصابة اليومية وأماكن الإصابة وأعلى إصابة موجودة فين عمليات التطهير والتعقيم كان فيه مجود كبير جدا بيتم كان فيه تضافر للجود بصورة جيدة مراجعة اللي جان اللي بتمر على المستشفيات لمتابعة توافر المستلزمات والأدوية تم بصورة جيدة جدا وكان نتاجه الحمد لله المحافظة الشرقية كانت من المحافظات اللي كان مسيطر فيها عمليات الإصابة داخل المحافظة بالرغم أنها محافظة شرقية مثل بعض المحافظات أو معظم المحافظات أن كان الالتزام مع بعض المواطنين مش بالصورة المرضية في المرحلة اللي احنا عدينا فيها إنما الحمد لله عدت الحمد لله وبنأمل الالتزام عشان تنتهي هذه الجائحة تماما اللقاحات يا فندم أي أخبارها دلوقتي ومدى إقبال الناس عليها كتسجيل حتى في قاعدة البيانات ووصلت لغاية فين وإحنا بنتكلم على مجهودات طبعا أن إحنا بنحاول نوصل التطايمات لأكبر عدد من المواطنين وإحنا خلاص بإذن الله في القريب العاجل داخلين في مرحلة التصنيع المحلي أنا بطمن حضرتك تماما إحنا من المحافظات الإقبال فيها بقى جيد في الأول طبعا كانت الناس متخوفة إنما دلوقتي فيه إقبال جيد تخطينا الربع مليون واحد تم تطعيمهم كمان عملنا حملات التطعيم وبالأخط المعلمين عشان امتحانات سنوية عامة الأسبوع اللي فات واللي قابليه كان بتتم عملية تطعيم المدرسين بصورة جيدة جدا دلوقتي مدرية الصحة بتقوم بحملات تطعيم من خلال سيارات متحركة بتقوم بعملية التسجيل والتطعيم فالحمد لله محافظة الشرقية مدرية الصحة عاملة مجهود كويس جدا بتتحرك على الأطراف وحضرتك تعلم جيدا أن أهلنا في القرى موضوع التطعيم بالنسبة لهم ما فيش إقبال بصورة جيدة إنما دلوقتي بتروح العربية لغاية هناك وبيتم التوعية وبيتم التسجيل بجانب طبعا فيه مجموعة من أهلنا البوسطاء ما عندوش المقدرة على التسجيل فاحنا بنقوم بعملية التسجيل مدرسة الصحة بتقوم بعملية التسجيل ليه وبتقوم بعملية التطعيم فانا أطمن حضرتك الصورة بتتم بصورة جيدة جدا داخل